طيب مجد الطلبة أشاد بميستر كولر وإزاي قدر يتعامل مع هذه المباريات بقى ريحية شديدة وبتركيز كمان الزميل هاني حتحوت له رأي في كولر نشوف تيل كولر من وجهة نظري هو أفضل مدير فني عمل روتيشن في الأهلي في خلال العشرين سنة اللي فاته يعني يمكن هي بتبقى قاسية على اللاعبين هو صمم عليها يمكن هي بتبقى متعبة شوية لإن الإعلام والمحللين يفهموها لكن هو صمم عليها يمكن هي في الأول بتبقى حتى مش مقبولة قوي داخل الفريق لكن هو صمم عليها والحقيقة إن تصميم الراجل عليها تحسن كمان في خلال الرحلة فبقى يعمل الروتيشن بشكل يوصلك للنهاية اللي ختم بيها الأهلي المباراة النهاردة إيه اللي قصدوه مش فريق كسبان اتنين وتمام يلا بقى نخلص المباراة عشان نركز في اللي بعدها لا الفريق لحد آخر المباراة ضغط كويس وقت الاستحواز الكرات بيتم تنقلها بتمريرات قصيرة واللعيبة بتتحرك لبعض بتفتح مساحات تمرير إيجابية جدا بيخليها الفريق فايق رغم ضغط الماتشات اللي كولر نفسه اشتكى منه أول ما رجع من بطولة أفريقيا حقيقة إن كولر عامل الروتيشن بشكل مثالي ويكفي إنه في آخر تلك ماتشات أشركة كولر واحدا وعشرين لاعبا والأهل فيهم كسبان أربعتين واثنين وكلهم بتوقيتات مختلفة وبدقائق لعب مختلفة اللعيبة بدأت ترضى بالوضع لأنه خلاص ما قدمناش سبيل الاعتراض لأن اللي بيعترض بيطلع وأن مصلحة الفريق واضح إن الرجل عارفها فبدأ يتم تقبل الأمر بشكل كويس الروتيشن جايب نتيجة مع الأهلي ويصل به إلى مواجهة بيرامدز محققا كل الانتصارات هني حتقود تعرض لنقطة مهمة جدا إن لم يحدث في خلال عشرية سنة الماضية دي إن حد ركز على فكرة التدوير ونجح فيها كما فعل كولر ودلل عليها بإحصائية وقال لك إنه أشرك في آخر ثلاث مباراة واحد وعشرين لاعب ناس كتيرة جدا كترها دي سلبية ولكن في إطار التحديات وضغط المباراة وإنه كمان اللعيبة بدأت تفهم ده وده اللي إحنا قلناه وتتقبله وتتعامل معه بيتعاون مع مصر كولر كانت النتيجة مبهرة إن الأداء بيتصاعد في المشاكل الثلاثة الأخرانية مش عايزين يعني إن إحنا نقعد نقول الكلام ده كتير لإن عايزين نعتبره ثقافة متجزرة ووصلت واستقرت ونتمنى أن نراها مستمرة لكن أن يراها النقاد اللي هما يعني مش مطلوب منه مطلعوا إذا بقولوا يطبلوا لا هو لفت نظره ظاهرة إحنا شفينا برضو وإنت تعرضت لها ونتمنى إن اللعيبة تزل على هذه الحالة من الرضا والتفاهم والقناعة مع المدرب بتاعها